اهلا وسهلا بحضراتكم محمد صلاح وده في حالة انتقاله الى صفوف نادي اتحاد جده السعودي خلال المركاتو الصيفي الجري ووضحت كمان التقارير الصحفية الانجليزية ان يورجين كلوب ومدرب ليفربول استقر على اسم اللاعب جواو فيليكس عشان يكون بديل جاهز من اجل تعويض رحيل محمد صلاح وده طبعا بعد تزايد المعلومات المتضربة على مواقع السوشال ميديا وغيرها على احتمالية انتقال محمد صلاح للدور السعودي للمحترفين كانت اخر الانباء بتقول ان محمد صلاح وقع بالفعل الاتحاد جده وان الاعلام خلال ساعة وذكرت بعض الصحف السعودية ان محمد صلاح ازال اسم فريق ليفربول من البايو بتاعه على الانستجرام كمان اتكلمت صحيفة سان البريطانية عن ان ريتز بيرغب في ضم البرتغالي جواو فيليكس اللاعب اتلتكو مادريد واللي بيرغب طبعا في مغادرة فريق العاصمة الاسبانية قبل نهاية المركاتو الصيفي طبعا خلال الموسم الحالي وكان فريقس كان عاد مؤخرا الى فريقه اتلتكو مادريد بعد اعارة غير نكحة استمرت لمدة سنة ونصف مع تشيلسي وبعد كده عاد مرة اخرى الى نادي الاسباني اتلتكو مادريد ولكن ربما يعود مرة اخرى الى البريمير ليج عبر بوابة ليفربول وده في حالة رحيل محمد صلاح الى نادي اتحاد جده السعودي في المقابل اكد الصحفي الايطالي والمتخصص باخبار انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو ان فليكس بيريد الانتقال الى برشلونا لانه فريق احلامه وهو هيكون خياره الاول مستعد لانتظاره حتى يوم الجمعة المقبل يعني حتى تفكير ليفربول في انه يضم جواو فليكس هيكون محفوف في المقاطر بسبب ان رغبة اللاعب الاساسية هي برشلونا كشفت كمان تقارير صحفية انجليزية اخر التطورات بشأن انتقال اثناء الدولي المصري محمد صلاح وزميله جو جوميز الى الدولي السعودي للمحترفين عبر جوابة اتحاد جده وكتبت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان ليفربول بيصر على ان محمد صلاح وجو جوميز مش للبيع وقالت صحيفة ان ليفربول ما عندهوش نية لبيع محمد صلاح او جو جوميز الى الاتحاد على رغب من تسجيل فريق الدولي السعودي للمحترفين اهتمام قوي بيهم وكمان اشارت الى ان اخبار محاولات الاتحاد لجزب صلاح الى المملكة العربية السعودية بدأت الاسبوع الماضي ومازالت مستمرة رغم رفض يورجين كلوب لهذه الصفقة بشكل تام دي كل التفاصيل المتعلقة ببديل محمد صلاح في ليفربول في حالة رحيله الى اتحاد جده السعودي وايضا اخر تطورات المفاوضات مع محمد صلاح وهل هينتقل الى الدولي السعودي للمحترفين ولا لقى وفقا لمعارضاته العديد من الصحف والتقارير البريطانية وايضا السعودية باشكن خضراتكم على حسن المتابعة والى اللقاء